أول شيء أتعاطي بالشأن السياسي أثنين عفوا يعني التعامل مع منظمة دولية بدون رجوع إلى الوزارة ثلاثة وهذا الأهم يعني صدر كتاب من رئيس الجمعية بأن سيقلق الجمعية وسيأع في الموظفين أو يعني يسرح الموظفين وسيقف الباب حتى حساب البنكي للجمعية لأنه يعتقد أنه ما في تعاون سواء من الدولة أو كل حكومة وأن السياسة أو الأطراف السياسية لعبت دور في ذلك أول شيء هي مجمعية ملكية خاصة هي جمعية نفعة وإن كان المؤسسين إذا هم الله خير هم من أسسوها ولكن لا نستطيع أن نتصرف أنها هي ملكية خاصة أن نمشي الموظفين ونسكر الحسابات ونسكر المبنى وما إلى ذلك وهذا كتاب رسمي موقعية هذا اللي إحنا أصرينا على حل الجمعية مع الوزيرة ربما يكون الخلل أصلا من التصريح لمثل هكذا جمعية عوضا عن سحب التصريح يعني هل هذا الرأي الذي وصلتم إليه لحظة أنت لازم تخلي المجتمع المدني ينفتح وأنا شخصيا يعني اسم الجمعية يدل على المصارحة فإذا كنا نتحدث عن شفافية أنا من الطبيعي أن يكون هناك شفافية في السياسة وأنتم تمنعون التعاطي مع الشأن السياسي يكون هناك شفافية في التجارة وأنتم لا تمنعون ذلك ربما لإيضاح بعض الأمور التي تخص ربما سلع معينة أو أي أمر قد يحدث اجتماعيا تربويا في أي مجال آخر يعني لماذا السياسة فقط الممنوعة بالشفافية أو لماذا لا تكون لا مو بس شفافية لا لقانون جميع أنا أقصد أن الشفافية ليست الجمعية أنا أقصد أن الشفافية أنه أنه نبين للمواطن مثلا من خلال جمعية الشفافية تمام لماذا حدث هذا وهذا وهذا يعني فقط للاستفسار لا لا أنت تقول لماذا حدث هذا وهذا وهذا شيء وأنك تعطي رأيك شيء آخر أو توجه إلى رأي معين هذا شيء آخر إذن تجاوزت المنفعة للتدخل في القرار طبعا عفوا أنظمتهم الأساسية أنظمة الجمعيات النفع العام سنعة الجمعية التعاونية هي في المحور القادر جمعيات النفع العام كلها لا تدخل لا في الشأن السياسي ولا في الشأن الطائفي أو الديني أو ما إلى ذلك هذا مكتوب فيه فكوني أنا أي أشرس الجمعية يعني هي مثلا عملت أمور وايدة في مثلا إجراءات العمل في كل المؤسسات وعطت أنها رانكينج يعني لتقدم عفواً جهات عن ما جهات هذا كان مو ممنوع لكن أني أنا أصنف هذا مجلس شقالة هذا مجلس مشقالة هذا نواب عرفونا التدخل بتقييم أركان الدولة ترجمة نانسي قنقر